موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج جيمتني الخبر وجولة في أبرز اهتمامة الصحف العالمية والعربية والمحلية من مقالات وتقارير نستهلها مشاهدين من الصحف المحلية وصحيفة الحياة الجديدة واخترنا لكم هذا المقال بقلم يحيى رباح تحت عنوان خارج القانون خارج الشرعية خارج الوطنية فيقول يحيى رباح في هذا المقال أعتقد أن الملايين من أبناء شعبنا داخل أرض الوطن وخارج أرضه شعروا بالسعادة والفخر معا عندما صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي المحلول أصلا والفاقد لشارعيته منذ الانقسام الأسود والمثقل بالخطايا والسلبيات والمعويقات والعاجز عن خدمة شعبه التي وجد أصلا من أجل أدائها ويضيف يحيى رباح لأنه أصبح مجلسا شكليا متكلسا على الباطل يأكل لقمته حراما ويفتع الحياة برلمانية أصبح هو عدوها الفعلي ويضيف رباح في هذا المقال ولقد رأيت هذا التأييد الكاسح لقرار المحكمة الدستورية أولا من خلال وجود كيان قانوني راق جدا نحتكم إليه ونعبر من خلاله إلى الارتقاء بأعمالنا وطموحاتنا الوطنية إلى مستوى أعلى والذين تابعوا ردة الفعل السلبية جدا من حركة حماس وجدوا حماس هي نفسها كما صنعها صانعوها وكما برمجها مبرمجها شوكة في الجنب وحشرجة في الزور وكراهية للحق وإدمانا على الباطل ضد القانون وضد الشرعية وضد الوطنية تأتينا من كل شيء بشيء ضده حتى يبقى الشاذ لديها مالوفا والباطل منها هو الأساس في الحياة ويضيف أيضا يحيى رباح نحن الشعب شعب مناضل ولسنا ذرات غبار تدروها الرياح في كل اتجاه شعب له مرجعيته شعب له ثوابته شعب له حقوقه التاريخية وحقوقه الراهنة وحين يصل إلى مفترق الطرق لا يتشتت سودان بل يذهب إلى ما يحتكم إليه بل يذهب إلى إطاراتنا ومؤسساتنا وقوانيننا التي تحجدنا إلى الاتجاه الصحيح إذن مشاهدين كان هذا المقال من صحيفة الحياة ليحيى رباح وننتقل مشاهدين إلى صحيفة القدس حيث اخترنا لكم هذا المقال ثابتون على الثوابت بقلم عكرمة ثابت فيقول عكرمة ثابت مشاهدين في هذا المقال في نهاية كل عام نستعد لإحياء ذكرى انطلاقة حركة التحرير الوطن الفلسطيني فتح ومع ذكرى الانطلاقة تتزامن الذكرى السنوية لاستشهاد الدكتور ثابت ثابت أبو أحمد الذي اغتالته رصاصات الاحتلال الإسرائيلي قبل ثمانية عشر عاما لا شيء تغير يا ثابت ففتح التي أعلنت وغيرك من القادة والشهداء والأسرة كنتم وقودها الملتهب والشعلة المضيئة لا زالت تتعرض يقول الكاتب لأشرس المؤامرات وتتلقى أوجع الضربات ليس من الاحتلال فقط بل من محاور وجهات وأجندات لا تقل عدوانية وقذارة عنه فتح التي حملناها فكرا ومنهجا وسلوكا هي فتح التي لا زالت رغم كل ما تتعرض له أم الجماهير التي تحمل كل الأحمال والهموم الوطنية وإن انحنت فإنها لا ولن تنكسر هي فتح التي نعلق عليها آمالنا في الحرية والاستقلال هي فتح الديمومة التي تتحطم على صخرتها كل المؤامرات وتسقط عند إرادتها كل المشاريع التصفوية الرخيصة فتح هي ولا زالت حامية الشرعية الوطنية الفلسطينية وحارسة المشروع الاستقلالي ويضيف الكاتب أيضا طيلة هذه السنوات والحركة العملاقة تتعرض لأعتى المؤامرات من المنهازمين والمرتجفة ومن الأعداء ومن أبناء ملتها قبل الغرباء ولعل ما حدث في غزة من انقلاب دموي هو الدرس الأقصى والأصعب كونه يعتبر حتى الآن المؤامرة الكبرى ضد فتح ومشروعها الوطني التحرري أياد مرتجفة وطنيا تدفعها إلى الكراهية والتخوين تمكنت من سل السيوف الغدر والقتل لتوجه طعناتها إلى صدر القضية وإلى عمودها الفقري ويقول أيضا الكاتب أطمئنك ومن معك هي ذات المسيرة من جيل إلى جيل نتسلح بالإرادة والأمل والصبر نتمرس خلف حقوقنا وثوابتنا الوطنية بصمود وعنفوان بهذه العظيمة الثابتة نسير وحتما سننتصر بإذن الله وإلى صحيفة الأيام مشاهدين اخترنا لكم أيضا هذا المقال والذي جاء تحت عنوان نحو استراتيجية وطنية لحماية وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الأنروا بقلم علي هودي فيقول علي هودي مشاهدين في هذا المقال على الرغم من الانفراجة المالية لا تزال وكالة الأنروا في دائرة الاستهداف الاستراتيجي لكل من أمريكا وإسرائيل وقد ترافق استهداف الوكالة غير المسبوق في نهايات العام 2016 مع مجيء ترامب إلى الرئاسة وما يسمى صفقة القرن لكن الحقيقة أن عملية الاستهداف ومحاولات التصفي للأنروا هي مشروع سياسي استراتيجي منظم ومتجدد ومتشعب يقول الكاتب يعمل عليه الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفاؤها في الخفاء والعنن منذ زمن بعيد ويوظف له جملة من الإجراءات بهدف نزع المسئولية الأممية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تجسدها وكالة الأنروا ويضيف الكاتب بادرت أربع دول عربية لسداد حوالي نصف العجز المالي للأنروا لسنة 2018 السعودية الإمارات القطر والكويت بدفع خمسين مليون دولار لكل منها ويعتبر هذا يقول الكاتب مؤشرا إيجابيا على مستوى ضرورة تغطية الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ويقول أيضا الكاتب يشكل تجاوز الأزمة المالية للوكالة دعما معنويا وسياسيا وماليا قويا من قبل الدول المانحة والمجتمع الدولي فمنذ تأسيسها في كانون الأول عام 1949 لم تمر الوكالة بأزمة مالية وسياسية مشابهة في ظل وقف مساهمة أكبر الدول الألماني حوالي أمريكا إذا لم تدفع الإدارة الأمريكية سوى مبلغ ستين مليون دولار خلال سنة 2018 من أصل حوالي ثلاثمائة وستين مليون تدفعها للوكالة سنويا بسبب حجج وذرائع وهي أثبتت عدم صحتها حتى لا يتكرر يقول الكاتب المأزق المالي والسياسي التي وجهته الوكالة وما سببه من حالة التخبط والإيذاء للموظفين واللاجئين والطلاب والمتضامنين أن الأوان لاتخاذ خطوات جادة باتجاه حماية الأنروا وتوسيع سياسة عملها وتحويل ميزانيتها إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة جوترش في تقريره للجمعية العامة في نيسان 2017 مشاهدين جولتنا في الصحف المحلية انتهت أما الآن فاصل ونستكمل متن الخبر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وإلى جولة الصحف العربية مشاهدين نبدأها من صحيفة الخليج واخترنا لكم هذا المقال والذي جاء بعنوان ترامب اختار الرهان الصعب بقلم محمد السعيد إدريس وهنا يقول الكاتب في مقاله يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ اللحظة الأولى التي وجد فيها نفسه على رأس قائمة المؤهلين للترشح لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة عام 2016 أنه ليس من نخبة أي حزب وأنه ليس فقط من خارج الطبق الأمريكي الحاكمة بل أنه من خارج الوسط السياسي والثقافي الأمريكي فهو ينتمي إلى عالم آخر هو عالم رجال الأعمال والمقاولات وأن علاقته السابقة بالسياسة هي المشاركة في تمويل حملات انتخابية أو الترويج لمرشح أو لمرشحين وأن كل غايته من ذلك هو أن يحصل على التسهيلات والتيسيرات التي تجعل مقاولاته رائجة ويضيف الكاتب إدريس في هذا المقال مشاهدين لذلك كان واعيا بأنه يدخل المعركة معتمدا على نفسه وأنه بحاجة إلى البحث عن قاعدة داعمة من خارج مؤسسة الحكم أي استابلشمنت يقول الكاتب ووجد ضلته في ركيزتين الأولى هي الجيش الأمريكي وتحديدا المميزين من جنرالات الجيش أصحاب السمعة الطيبة بإنجازاتهم واسيرتهم التي تفوق سمعة كثير من ممتهني السياسة سواء منهم داخل الكونغرس بمجلسيه أو منهم خارجه لذلك كان نصيب هؤلاء الجنرالات وافرا في إدارته وعلى الأخص في وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الأمن القومي يقول الكاتب إلى جانب وزارة الدفاع أما الركيز الثاني التي يتحدث عنها هنا الكاتب فهي جماهير الطبق الوسطى ومنهم دونها الذين يعانون سطوة تحالف الرئاسمالية المعولمة ومؤسسات التكنولوجيا التي تسيطر عليها احتكارات رئاسمالية هائلة عابرة للقوميات توجه ترامب إلى هذه الطبقات التي تدفع ثمن عولمة الاقتصاد وبالذات البطالة والغلاء وحارس على أن يكون جنوده الداعمين له بدلا من الطبقة السياسية التي تزدريه وتتعالى عليها ثقة ترامب في هتين الركيزتين يقول الكاتب في أنه وثقته في أنه ليس بحاجة إلى ولاء ودعم أساطين مؤسسة الحكم الأمريكي جعله يستنكر أي تلميح بأنه ربما يتعرض للمساءلة والاستجواب من جانب الكونغرس بل أنه ربما يتعرض للعزل أو على أقل تقدير لن تكون له فرصة في فترة رئاسية أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020 بسبب الاتهامات الموجهة إليه ولعدد من مساعده بالفساد وانتهاك القوانين خاصة بعد صدور وثائق تتعلق بمايكل كوهن المحامي السابق لترامب التي تهم فيها المحققون الفيدراليون كوهن بدفع أموال لمرئتين عام 2016 بقابل صمتهما على علاقة جنسية مزعومة مع ترامب ناهيك عن احتمال أن ينال هو شخصيا أي ترامب قصطا وافرا من التهم التي يحقق فيها روبرت مولر الخاصة بتدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح حملة ترامب خاصة مع اقتراب موعد صدور هذا التقرير لمولر إذن كان هذا المقال مشاهدين من صحيفة الخليج وإلى صحيفة الحياء اللندنية مشاهدين اخترنا هذا المقال بعنوان السودان إلى الحوار بقلم محمد علي فرحات فهنا يقول علي فرحات لم يدع رئيس عمر حسن البشير إلى طاولة حوار وطني تساعده في إدارة السودان وعبور الضائق الاقتصادية على الأقل تمهيدا لإصلاح سياسي تطلبه بلاد حكمها البشير حوالي 30 عاما وتعرضت لانفصال جزء كبير منها في الجنوب ولحركات تمرد مسلحة وغير مسلحة يقول الكاتب في مناطق عدة ويضيف فرحات أيضا في هذا المقال اكتفى الرئيس باتهام من سمهم الخوانة والمرتزقة بالتظاهرات العارمة في الخرطوم ومدن أخرى وعز السبب إلى حرب على السودان لم يحدد مصدرها لتمسكه بدينه وعزته وأخاطب الجمع قائلا لن أبيع ذلك نظير القمح والدولار ها هو الرجل يتفوق على الحكام العسكريين العرب الذين سبقوه وجويلوه باستخدام الدين والدفاع عنه لإطفاء الشرعية على حكم الرجل الواحد كان الدكتاتوريين الآخرون كما هو البشير يجففون المجتمع ويطردون أو يسجنون أو يقتلون كل من يتوسمون فيه مشروع قائد ينتقدهم أو يدعو إلى مقاسمتهم السلطة ويشعل الثورة سينجو البشير يقول الكاتب على الأرجح من وطأة التظاهرات التي شارك فيه المسئولية عنها مهانيون يقدمون خدمات أساسية للمجتمع وبذلك تؤكد الحشود في الشوارع هويتها وأسماء المشاركين في إطلاقها وتحديد خط سيرها مكانا وزمانا وليست من فعل خوانة ومرتزقة كما يقول الرئيس لكنه هذه المرة لن يجرأ على الزج بقيادات التظاهرات في السجون ومحاكمتهم بتهمة العمالة وخيانة الوطن السودان وإن فعل ذلك فسوف يكتب نهاية نظامه بيده يقول الكاتب ولن يتدخل كبار الإقليم لإنقاذه من باب سعيهم الإنقاذ السودان من فوضى لا يريدها له أحد ويقول أيضا الرئيس البشير مدعوا لتبديل لغته السياسية أمام الحشود المعارضة وأن يدعو من تبقى من قيادات في السودان المريض للتعاون من أجل شفاء هذا الوطن الغالي على أهله وعلى العرب والأفارقة أما الأزمة الاقتصادية فحلها بسيط يقول الكاتب عندما يتسلم مقاليد الأمور سودانيون عالمون بالشأن الذي يتولونه وسودان قادر على إطعام معظم دول الجوار فكيف يعجز عن إطعام نفسه السؤال موجه لعمر حسن البشير يقول الكاتب والجواب المنطقي هو تقريب الحكم من آلية التعاون وابتعاده عن التفرد الذي كلف تخلفا لا يصطحقه السودان مشاهدين نبقى في الصحف العربية ولكن مع شبكة مراسلين والبداية من الصحف الأردنية والزميلة أروى حمد أهلا بك أروى شكرا لك رايا ونرحب بكم مشاهدين في هذه الجولة الجديدة في الصحافة الأردنية والتي نستهلها مع صحيفة الغد واختنا لكم مقال للكاتب باسم أطويسي تحت عنوان كيمياء عراقية أردنية جديدة يشير الكاتب في مقاله إلى زيارة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى بغداد حيث أنها تشكل الدفع الأقوى للعلاقات بين البلدين فهذه العلاقات مرشحة لقفزة قد تكون الأكبر منذ عقدين ويضيف الكاتب من المنتظر أن يكون عام 2019 وصول التعاون الأردني العراقي أوجه وبالتحديد في تفعيل الاتفاقيات السابقة وتفعيل حركة المرور عبر معبر طريبيل وإنشاء مدينة صناعية حرة مشتركة على الحدود بين البلدين ونبقى في صحيفة الغد وأختنى لكم مقال الكاتب فهد الخيطان تحت عنوان سوريا بلا أزمة يقول الكاتب في اللقاء الأخير مع كتاب صحفيين تحدث الملك عبدالله الثاني عن سوريا بدفء شديد لم يكتفي بتمنيته للسوريين بالخير والاستقرار بل وضع في الاعتبار العلاقة مع سوريا مستقبلا ويضيف الكاتب عمان مستعد كما يبدو لرفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لمواكمة التطور في علاقات البلدين على المستوى الاقتصادي ولا يوجد أي موانع تحول دون قطوات أبعد في المستقبل القريب بالتزام مع ارتفاع وطيرة التنسيق لتفكيك مخيم الركبان ومن صحيفة الغد ننتقل معكم إلى صحيفة الرأي واختنى لكم مقال للكاتب شهاب المكاحلة تحت عنوان التنافس العالمي ماهيته ومآلته يشير الكاتب إلى علم السياسة والعلاقات الدولية واختلاف معنى التنافس باختلاف البلد ففي سياق العلاقات الدولية يعتبر التنافس حالة عدائية دون الوصول إلى نزاع أو صراع مسلح بين دولتين أو أكثر سعيا للهيمنة ويضيف الكاتب في العصر الحديث انحصر التنافس بين ثلاث الدول الولايات المتحدة روسيا والصين أما التنافس في المستقبل قد يكون عبر الصدام المباشر سياسيا حول الطموحات الإقليمية أو الدولية للأطراف الأخرى ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافة الأردنية قد انتهت وعودة إلى كراية شكرا لك أروح على جولة الصحف الأردنية أما الآن إلى جولة الصحف المصرية والزميلة نور الصباح أهلا بك نور التحية لك راية ولكم مشاهدين في هذه الجولة بين أروحة الصحف المصرية والتي تأتيكم دائما عبر برنامج متن الخبر وفي صحيفة الأهرام سمير مرقص يكتب تحت عنوان من الحرب الباردة إلى السلام الساخن ويقول الكاتب في هذا المقال نعم الحرب الباردة انتهت وولت إلى غير الرجعة ولكن لا يعني هذا أن الغرب قد انتصر أو أنه قد تم التصدي بنجاح لروسيا فبالرغم من تجاوز الكوكب مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة أمريكا والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وتفكك المنظومة السوفيتي فإن روسيا تعود لتحقق الكثير من مصالحها الحيوية دون أي مراجعة حقيقية وحاسمة من قبل الغرب في اليوم السابع كريم عبد السلام يكتب تحت عنوان السفارة الإسرائيلية وكذبة التهجير القسري لليهود ويقول عبد السلام في هذا المقال فجأة اندفعت السفارة الإسرائيلية في الهجوم على اليوم السابع والأهرام واتهمت الصحيفتين بالترويج لما سمتوا بالكراهية وطبعا كلمة الكراهية وحدها لها جرس يرن في الأذن ويستدعي للأذهان مجموعة الجرائم الجديدة التي تستخدمها إسرائيل وغيرها لوصف خصومها لأنها لا تجد ما تدينهم به والحقيقة أن سفارة الدولة العبرية تأكدت من هزيمة الأصوات الشاذة في مصر التي حاولت إحياء الكذبة القديمة عن التهجير القسري لليهود من مصر ولذا قررت أن تكشف عن وجهها وتدخل هذه المعركة وتقصف جبهة اليوم السابع والأهرام وتوازع عليهما الاتهامات ونظرا لموقفهما في فطح كذبة التهجير القسري ليهود مصر وفي فطح ارتباط الأصوات المروجة لها بأطراف خارجية مهروفة أخيرا في أخبار اليوم محمود سالم يكتب تحت عنوان إعادة رسم صورة مصر ويقول سالم هنا قبل أكثر من أربع سنوات كانت تحيط بمصر تحديات هائلة وأزمات كثيرة نتيجة الضغوط والمواقف المعادية من بعض الدول التي سلطت منابرها الأعلامية للضغط السياسي وتشويه صورتها أمام العالم ولكن كما قال الفيلسوف الأمريكي رارفوالدو أميرسون فإن العالم يفسح الطريق لمن يعرف إلى أين هو ذاهب فمصر من اللحظة الأولى كانت لديها الرؤية ورسمت طريقها ونجحت بتحركات ديبلوماسية مكثفة في التغلب على التحديات والأزمات التي كانت تواجهها داخليا وخارجيا هنا مشاهدين تنتهي هذه الجولة بين أعمدات الصحف المصرية والآن عودة إليك راية في استوديوهات رمالة شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لك نور على جولة الصحف المصرية مشاهدين جولتنا في الصحف العربية انتهت فاصل ونستكمل ما تفقى من متن الخبر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وإلى جولة الصحف العالمية مشاهدين البداية معنا لهذا اليوم من صحيفة الجارديان واخترنا لكم هذا المقال للكاتبة نتالي نوغايرد فتقول الكاتبة نوغايرد أن أفضل طريقة لإجهاد خطط الرئيس الروسي بوتين ونظيره ترامب هي إلغاء فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أساسها ففي الأسبوع الماضي تقول الكاتبة عندما اندلعت الأخبار بأن وزير الدفاع الأمريكي ماتس قد استقال من منصبه أثر ذلك موجة من الشكوك الجديدة في جميع أنحاء أوروبا كان هناك من خطاب ماتس جملة رئيسة واحدة وهي لطالما كان الأوروبيين قلقون بشأنها منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة هذه الجملة هي دعوة ماتس بلاده إلى احترام حلفائها من الأوروبيين في ظل اللامبالة التي يظهرها ترامب تجاه أوروبا فهو غير معني بالتحالف مع أوروبا تقول الكاتبة إن الشبح الذي تواجهه أوروبا اليوم متعدد الأوجه تشكل في رابط ترامب بريكسيت بوتين مع اقتراب موعد العد التنازلي لخروج بريطانيا وإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل تبدو الأمور مشؤومة ولن تجلب رسالة متس والقليل من الطمأنينة لكن الكثير يمكن أن يتغير إذا تم وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة نأمة وترى الكاتبة أن دوافع بوتين وترامب تجاه بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي قد تختلف لكنها بالنهاية تصب في زرع الانقسام فترامب يهتم بأن تكون بريطانيا معزولة وبوتين يبحث عن مكاسب جيوسياسية لروسيا وأتوضح الكاتبة أن بوتين وترامب يجدان في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفضل إثبات على صواب رؤيتهم تجاه العالم وأليات تعامل معه وذكرت الكاتبة أن قادة أمريكا كانوا يرون في وحدة أوروبا وقوتها ضرورة استراتيجية لبلدهم ويحذرون من تداعيات تفكك هذا الكيان مشاهدين إذن هذا ما اخترناه لكم من صحيفة الجاردين وإلى صحيفة عالمية أخرى مشاهدين اخترنا لكم من صحيفة الاندبندنت هذا المقال والذي جاء للأكاديمي بن يمين سولوين الذي يرى في انتخاب الرئيس البرازيلي الجديد تير بن سولارا محطة مظلمة في تاريخ البلاد وتساءل عن حجم الضرر الذي سيخلفه هذا الرئيس وقال الكاتب أن برنامج عمل بولسونارو الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل يتضمن برنامجا يشجع الشرطة على قتل من يشتبه به وتوفر له الحصانة كما ينتهك البرنامج حقوق العمال ويدمر غابات الأمازون بحجة التنمية الاقتصادية وأضاف الكاتب أن السبب الوحيد وراء فوز مرشح حزب أقصى اليمين برئاسة البرازيل هو رغبة الناخبين من الناخبين والمتنفذين وبعض أبناء الطبقة المتوسطة في معاقبة حكومة يسارية سابقة بسبب سياستها التي ترمي لتحسين أوضاع الفقراء والتي كانوا يرون بأنها كانت مجحفة بحقهم ومن المحتمل يقول الكاتب أن يجسد انتخاب بولسنارو وسياسته اليمينية المتطرفة والتي مرتبطة بالفاشية الأوروبية والتي تتمحور بين الحرب وعسكرة السياسة وإلغاء الديمقراطية خطرا على البرازيل مشاهدين جولتنا في الصحف العالمية انتهت أما الآن نذهب إلى كاريكاتير واخترناه لكم من صحيفة القدس لنتابع مشاهدين انتهت حلقة متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعاية له وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة